السلام عليكم أخوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا ما نسوا قوتنا اللي في الغربة موضوع اليوم سنتحدث عن الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقال المدرب والناخب الوطني السابق جمال بالماضي لفريق ترجي تونسي ترجي تونسي نوعا ما نستغربت من حقها تستغرب ولو انه بالنسبة لي من المفروض الناخب الوطني ربي وفقوا على كل حال يعني سفحة وطميناها ما نبقى ونهضروا على السيد ربي وفقوا يعني نشوف بلي كي شغل كشغل استغراب أو تنمر يعني رغم انه امور عادية يعني عادي تلقموا للرب ما لقاش وظيفة ولا ما لقاش فريقي يحكموه يشد ايده بالترجية رح يلعب كأس العالم للأنديها وفي نفس الوقت يعني تجربة جديدة لكن قبل هذا اسكوا الخبر الصحيح ولا لا رح نسمعوا من ناس المقربين لنادي ترجي صحفين مقربين من نادي ترجي شوفوا هذا الفيديو ومعندها نرجعوا خاطئ تم برشا اسماء والاسماء ذي راي ثابتة ومؤكدة تم اقتراحها تم اقتراحها معنا مشاوه السيفي متاحة مشاوه للترجي ويسألهم حتى على طلبات ومشنوه نجم يكون موراين في المشروع كما كنت تحكيت في انتي في ديمينوت كرونو يظهولي وتلبير على جمال بالماضي الملف اغلقه قبل ان يفتح لي والحقيقة طلبات المدية لجمال بالماضي ورغم حتى التضحيات ينجم يقوم بهم جمال بالماضي يبلي بشي يضحي ويطايح بارابور اللي كان يخصيهم روي سعيب برشا في تونس نجم تأخذ حتى على مستوى الجامعة تونسي اللي كورت القدم على مستوى الامكانيات روي سعيب برشا انك نجم يجيب مدرب كما جمال بالماضي لتونس فما اسم خليفة الاخر لان الحقيقة انا كي تأكدت مين ومن يصار اسم كبير برشا لكن ثم جرنت رول اللي يعرفوا مليحة عمار الجمل تقريبا تدرب عنده كمانش غلط اللي هو مرتبط بعقد مع منتخب البنين عند البرونتيا سمى برشا مدربين كي سألوهم وكلال اعمال عندك عاقة نجم جي ليبري قلهم اين فصخوا نجي خطر كاس العالم الانديا مغرية مغرية بالنسبة لهم يجيو كاس العالم ثم سريدويفيتش اللي كان إيراني في الزمالك الهيلال كان اخر تجربة يظهر اللي كانت منتخب بليبيا دار برشا دار حتى اورلاندو بيراتس كان دربها درب منتخب بوغاندا درب بعدة فرق ولكن هداية تم اقتراحه ثم مدرب اللي هو ديما اسمه يتردد ديما يتعود اسكندر اللي هو زفين فاندر بروك زفين فاندر بروك بالاخر نوضحوها لاخر مرة هو صحيح يدرب في فريق بلجيكي يزولت يلعا في موجود يزولت يزولت في الدرجة الثانية في الدرجة الثانية يجعل ديما باسيس من الامل بتعديس برسان بالنسبة لهو مستعد اذا كان كل شيء واضح فيما عدا ذلك رأوا اسمه ديما موجود ولكن ما ما زال مثل مش حتى ادي صار اذا الفيديو واضح يعني بكل صراحة الناخ بالوطني السابق ما يقدرش يدرب الترجي لعديد الاسباب وغلقوا الملف انتاع جمال بالماضي مجرد اشاعات فقط لماذا لان الراتب عالي يعني راتب جمال بالماضي في المنتخب الوطني قرابة خمس ملايين رشاد في تونس ما يقدرش يعطوك الصالة لهذا هذا فيما يخص ترجي اما حتى في المنتخب الوطني التونسي لو انا ليا يدرب منتخب التونسي احسن من يدرب الترجي يعني كسيف يتزاد له انه يدرب منتخب التونسي احسن من الترجي ولو انه ترجي فريق للباس بيه لكن الترجي ما هو شو اهلي المصري انتا كنت حاكم منتخب وطني وخمس ملايين رشهر وقرابة نقوله خمس ملايين رشهر وامتيازات عديدة ولاعبين محترفين في اوروبا تهبط للدرجة انه تصل ترجي تونسي ما هو ش اهلي المصري ما حققش القاب لو جاء اهلي المصري نقوله ما عليش اهلي المصري فريق كبير فريق انجازات بطولات نحن نشوفها شوية ما نقولش ايهانة رغم انه عادي الي كورت قادم اليوم ماكش ما تقيتش فريق غضوة تلقى فريق وتحقق معاها انجازات وتعود تطلع وتعود ترجع الاسم انتاعك عادي يعني انا بالنسبة ليه ولو انه فيها شوية شوية نقوله ببيقة وسين نقوله شغل تقليل من قيمة جمال بالماضي معلش اما فيما يخص المنتخب الوطني التونسي انا كنت متمنى نشوف جماب الماضي في المنتخب الوطني التونسي ولو انه بكل صراحة الجامعة التونسية اللي هي الاتحاد التونسي لكورت القدم مستحيل 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 تعطيك شوفوا الاقصى حده اقصى حد يعني كنطلعوا لابار بالزاف ونقولوا اتحادية التونسية اصلا اتحادية تونسية كان مكتب مسير بعثات الفيفا ولسير اتحادية تونسية رئيس اتحاد تونسي وديع الجاري موجود في السجن كي كان المدرب السابق جلال القادري بحضور وديع الجاري رئيس اتحاد التونسي استعد الله وعلم عشر لاف ولو خمست عش تالف اورو ينفي حدود ركت تحكي في حكاية عما بين مانتين وخمس كثلاثمائة مليون او تلاثمائة عشرين مليون جزائرية للشهر يعني جبال بالماضي وش هي يعطيوها نطلعوها ديروها خمسمائة سبعين شوفوا ماكسيموم الماكسيموم اقصى اقصى حد ثمانمائة مليون للشهر ما شكيتش ان جبال بالماضي يبلق يقبل بالمبنى هذا السيد كان يدي في الجزيرة قريب خمس ملاير معادي سبونسور يعني قادر تلحق حتى قريب ستملاير يجي لتونسي يدرب منتخب شقيق على كل حال تونسي يعطلو خمسمائة مليون ربعمائة مليون نقوله ثمانمائة مليون رغمنا ثمانمائة مليون مساحل يعطوها يعني ما ما يقدروش يوفرولو الامكانيات المالية خاصة ما يقدروش كل سارع الشيء الاخر والمهمة بالنسبة لي اللي اهم حتى من الشق المالي اللي نفتغرب تونسا دية بيليلة وضحاها اتحادية تونسية عادت اغنى اتحادية في العالم وتعطيلو عشرين والثلاثين مليار الشهر طرع ظننا هاي مكاش منها نقوله فارضا العائق الرئيسي لي جباب الماضي ما هيش غير فقط جانب المالي لا 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 نغلطوش رواحنا ووش العائق المالي اكبر عائق لجمع بالماضي العمل في تونس هي الصحافة التونسية وايضا اكبر عائق لجمع بالماضي العمل في مصر هي الصحافة المصرية شوف كون عليا يا قيد مصر ولا تونس نبدأ بتونس احنا مصري عنهم كلاس عندها حسان حسن وابراهيم حسن والاهل المصري عنده كولير يعني ما بتحتاج جمع بالماضي ناظروا على تونس تونس عندها صحافة ما تطرح مكش ما تطرح مكش شوف تشد لك ربوعة غلطة مش نص غلطة اقل من ربوعة غلطة تشدها لك تونسة ما يرحموكش صحافة ما يرحموكش سواء وسائل اعلام سواء وسائل اعلام مرعية المكتوبة المسموعة شوف شدوها لك فاربوعة غلطة تغلط اربوعة غلطة شدوها لك ما يرحموكش نقد الليلة النهارة مش صحافي رافيق واحد واحد ولا فلان واحد ينتقد مدرب على خيارات او لا لا يا ولدي ميت صحافي ميتين صحافي في ساعة وهم ينتقدوا فيك في ساعة وزيد الانتقاد او مش غير على طريقة لعب طريقة لعب على المدرب على افكار وعلى طريقة كلام وكلش ما يخلو لك ما يبقو لك ما يخلو لك ما يبقو لك يشدوها لك تغلط اربعة غلطة يشدوها لك بينما العكس في الجزائر الجزائر الصحافي واحد القيامة تقوم يكفروه تنتقد جمال بالماضي تعمر عيضة احنا مدرب لا للنقد خط احمر بينما في تونس ما كانش خط احمر في مصر ما كانش خط احمر تغلط تسلكها كاش هذا الفرق اللي بيننا وبينهم هنا الجزائر اموال موجودة ومتوفرة وملاير امتيازات الصحافة دين روح انا شافتك شتغلط في الصحافة تهاجم الصحافة تتمنى لها الموت الصحافة تهاجم صحافيين تنتقد الملعب الناس اللي تخدم في الملعب تروح تسافر لتونس باش دير تاربص مديش تاربص في الجزائر اذي كل ما يشدوها لكش عادي في الجزائر عادي جدا واحد ما يهضر تخرج ثلاث مرات تقصى من كأس فريقيا وكأس فريقيا وكأس العالم ولو واحد ما يهضر معك واحد ما يهضر معاه بصاح في تونس الدير تعادل برك مقابلة مش موهمة ودية تعادل مش غير الصحافة هذا الجهة تعال الصحافة فهمناها كين طرف ثاني في تونس ما يرحمكش ما يرحمكش اللي هما اللاعبين الدوليين السابقين اوه هلومة ما جرى هلومة ما جرى اللاعبين الدوليين السابقين تونسا نحو مش كما عد نحنا بنشيخو كما مثلا شعيبو كما لاعبين الدوليين تونس لا 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 ينتقدوك ممكن فنيا لا لا اخرى ما يرحمكش يدير تعادل مع فريق قول لبس بيه او منتخب لبس بيه وفي تونس خلاص شدو هالك اه شدو هالك صعيد شدو هالك ما يرحمكش انا قلت نعم يعني نشوف انا تعتوني ساذي حاجة صعيبة المنال مهم حتى بالماضي لو كان يهبط الصالاري يهبط يهبط يقولون خلصون يغري مئة مليون للشهر ما يقدرش يخدم في البيئة والظروف الخارجية في تونس في تونس وفي مصر في زوج ما يساعدوهش احسن بيئة الجمال بالماضي يخدم براحة تامة ويهاجم الناس ويسب الصحفيين وينتقط ارضية الميدان والحكام هي الجزائر واحد ما يهدرعه الا في الجزائر لانا علاش للأسر عدنا مستوى متدني احنا نعيش بمنطق انتاع العبيد عيش منطق العبيد ربح ماتش خلاص يخسر ماتش ليورا يخسر كاسو فريقيا ميروحش كاسو فريقيا يخرج من الدور له على مرتين نخسره مع موريطانيا خوانا اللي يهدر خائن العاطي تونس ما كانش في مصر ما كانش تتعادل في موقع بلا ما يغسلوه يغسل الكرشا ما يرحموه حتى مدرب هما هما عندهم هما عندهم مبدأ مكاشر عبودية عالصحافة الرياضية ما كانش العبودية اخوانا اخوانا اخسرت ننتقدك ملعبتش موقابلا من احنا ننتقدك حتى رك ربحت ننتقدك 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 فنيا رياضيا تسب صحافي علاش تسب صحافي علاش تتمنى الناس الموت ما عندهمش هما العقلية هالي ما عندهمش اذا بالمنطق بالمنطق تونس بعيدة عبزاف على الماضي وما يقدرش يخدم في تونس ميش غير فقط جانب الماني حتى ظروف العمل والعوامل الخارجية ما تساعج لا من لاعبين دوليين سابقين ما يخلوش يخدم كيقول ما يخلوش يخدم ما وش ما يخلوش يخدم يهجموه لا ما عندهمش العبودية هما برك تربح راح نشجعك تخسر ننتقدك عادي هذا هي كورت القدم نفس الشي في الصحافة ما تطرح مكشو ما تطرح مكشو كي تغلط اما كي تحقق نتاجي جابية ما مش ايهجموه بصح لو كانت تغلط راح تتنقد هنا في الجزائر تغلط الف غلط او احنا يهدر معك يا ودي تتمنى الموت للصحافية ما احنا يهدر معك اذن هذا هو الفرق ببيل الجزائر وتونس والدول الاخرى مصر اذن انا بالنسبة ليه احسن بيئة للعمل جمال بالماضي في راحة تامة في راحة تامة يا جزائر ابارسة ما يقدرش يخدم في تونس والله في مصر تسعيه بزار ما لقريه حتى يقول لهم نخدم بلاش لا في سبيله ما يقدرش يخدم البيئة ما تساعدوش لو كان ايضا نتكلمو من جهة اخرى انا شوف ممكن العروض كان يقول لك عنده عرف في منتخب اوروبي راح يشارك في الاورو احنا ما شوفنا الاوروض احنا شوفنا مدربين تعال الاورو الناس عندها ويفا برو ما خدمتش بركاونا من خزع بالات عليها لباليش كل يطلق في الخزع بالات عليها هاوري يا عقل هاوري يا عقل اذن انا بالنسبة ليه اما الجزائر كاش يحكم كاش فاريق في الجزائر او ممكن مثلا خليج كاش فاريق في الخليج ممكن في قطر ممكن في الامارات ممكن في السعودية كاش نادي لان السعودية حسب ما سمعت ان هم يحوسوا على ناخب وطني اجنبي في المستوى العالي اللي راح يخلف منشيني في منتخب الوطني السعودي مستوى عالي يحضروا بزر والفهم يفهم اذا نام يعني بكل صراحة ما نحبش تنمر على السيد السيد راح خلاص راح راح بشي انا عقيت موجة نظرة اي صعب صعب وصعب جدا مستحيل ان انا قدر نقول واحد بيقاو سيمكن حتى مستحيل باش تخدم في تونس او في مصر في ضروف معينة ولو حتى يعطوك الصالير قليل وتقبل بيه بسرح متقدش تخدم في البيئة هذه صعبة صعبة بزر اذا من هذه كانت اخر اخبار الناس اللي رايز تقول بالي صعي يوم او راح يوم اضي يوم كان حتى هجاء نتمنى ولو توفيق ان شاء الله في كاش فريق او كاش منتخب افريقي او اذا في الاخير متقنا مع مز من الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته